خلينا نروح لصاحب القضية قضية كرة السلة والحقيقة كان ليه دور كبير جدا الحمد لله فرح الجماهير النادي الاهلي اول مبارح بالفوز عن النادي الزمالك معانا كابتن احمد مهيب اهلا بيك يا ابو حميد ازاك يا كابتر عيسى مالا اخبار الو الو يا ابو حميد ازاك يا حبيبي كابتر عيسى مالا اخبار ازاك حضرتك اهلا بيك الف من اليوم مبروك فرحتنا كلنا تسلم ايدك يا ربنا يخليك يا رب الحمد لله الحمد لله على المكسب يعني الحمد لله على التري فوينت دي طيب قولي يا مهيب يعني انت لعيب مجتهد جدا واوقات كتيرة يعني يعني ربنا سبحانه وتعالى بيجعل سبب كده او يجي يعني لعبة او لا او هدف او حاجة كده في كل العاب تخلي الجمهور يرتبط بيك اكتر واكتر يعني يكلمني عن الشغطة وهل انت كنت نازل يعني عارف التجيبها والله طبعا الحمد لله يعني على التري فوينت دي طبعا الوقت بتاعها كان كريتكل جدا قدرنا ان احنا نكسب بيها يعني طبعا يا توفي من عند ربنا سبحانه وتعالى وطبعا انت اكتر واحد عارف يعني ان احنا الشغط والتري فوينت دي بتبقى تمرين يعني طبعا اكتر وثقة يعني خصوصا في الوقت اللي انا نزلت فيه كنت قعدت حوالي شوت ونص او شوتين ما كنتش نزلت بس كان عندي يعني ثقة في ربنا سبحانه وتعالى يعني وفي الفرقة ان احنا هنكسب في اي وقت حتى لو يعني كان فاضل تلات اربع ثواني بس الحمد لله ان احنا قدرنا نكسب في الاخر يعني طب مهيب قولي يعني انت اخر فتر خمس ثواني والماتش راح يعني الماتش كان راح خلاص يعني الناس كله قالت صعب وبتاع ومستر اجوشتي قالك يلا يا ابو حميد وانت ما سخنتش ولا عملت حتى ورمب ولا اي حاجة ونازل الملعب انت قلتلي قلت لحد انا هجبها ان شاء الله هنكسب قلت المين قلت هو انا قلت في الشيط الرابع لعمر طارق النازلة انا نزلتها بس هو ايهاب دخل انسايد الحمد لله جبنا التعايد النازلة التانية بقى عمر وانا نازل راح قال لي انزل يلا حدها عشان نكسب طبعا بداني يكوش يعني وانا الحمد لله كان عندي سفة ان انا لو جاتلي ان شاء الله هشوتها وطبعا انت عارف ان دي يعني مش اول مرة ان انا جيبها يعني صحيح بس الحمد لله ربنا كرام بيها بس دي المرة دي فعلا مختلفة تماما عن قبل كده ان احنا كنا اولا في ميت عقبة والزمالك وهم خلاص كانوا بيحتفلوا من بدري وطبعا احنا شوفنا الاحداث اللي حصلت من اللعيبة يعني ما كانتش لطيفة بس يعني ايه الحمد لله في الاخر قدرنا ان احنا نكسب ونطلع كزبانين يعني هي دي اهم حاجة طب قولي يا مهيب انت 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 بتحب تشوت من الكورنر وعملت الموضوع ده قبل كده في سبورتنج يعني قدام الاهلي دي اللي يعني زي ما نقوله اللعيب يبقى له نقرة احنا بنسميها في المسكتلين نقرة بتاعته فانت كنت نازل يعني بتحدد لك المكان ده ولا هي جات نتيجة البنتريشن اللي عمله تومسون ولا اللعبة جات زروفها ازاي ولا انت كان مطلوب منك تقف في المكان ده لا هو انا الكوتش اوجستي كان عامل الخطة ان انا هو طبعا اكيد عارف يعني هو عارف كل امكانيات كل واحد وعارف ان انا مثلا بحب اشوت مزيل هو ان انا كنت هعمل سكرين لتومسون وهيطلع يستلم الكورة وهيعمل هندوف مع الجندي اما هو هيدو بس هو راح داخل وعينه كانت علي وهو كان اقل لي يعني ان هو هيباسهالي خليه جاهز باسهالي في الزيرو طبعا كنت فاضي خالص يعني كان لعب الزمالك كان طالع علي بدلي شوية بس طبعا سيف عمل جود سكرين احصاره شوية راح تشاهدها مستريح يعني والحمد لله كده ايه جات يعني طب قولي قولي يا مهيب يعني اول ما الكورة لقيتها في الشبكة يعني انت بتشوت والكورة نزلت في الشبكة اول حاجة جات في دماغك يعني هل قلت ابص على الحلقة ولا ابص سوري ابص على الساعة هل هي صح ولا ولا انت شهيتها متأكد انها في الوقت بص هو انا الناس كلها بتقولي هو انت ليه ما عملتش رياجشن يعني انت اول احتفالك هو انا الثانية الكورة وهي جايلي اكيد حاجة قادرة واحد باللحظة دي الكرة وهي جاية لي أنا الوقت وقفت يعني أنا مش مركز في أي حاجة غير إن أنا شطها واجبة لكن أنا شط التمرين يعني شط عادية جدا ولا بقى فكرت إن هي لو ضيعتها هنخسر لو جبتها هنكسب هنحتفل ولا أي حاجة إحنا يعني كان دايما عندي صيقة إن إحنا في أي وقت هنكسب والكرة جات لي رحت شايتها ورحمة الله يا ربنا كرمنا وجات بس يعني ده ثبات انفعال يا مهيب ده ثبات انفعالي تحسد عليه بصراحة ولعيبة كتير يعني بيلعبوا يبطلوا ما بيمروش بالمرحلة اللي في المرحلة اللي فيها السبات اللي انفعالي طب إنت فرحان إن الجمهور بيشبه تاتا بونت اللي انت جبتها بهدف أفشة القاضية طبعا المشهور طبعا هو يعني لا أكيد مبسوط جدا بس يعني طبعا باختلاف إن يعني كابتن أفشة جابها كسب أفريقيا بس طبعا دي حاجة تبسطني يعني وأعس بفخر يعني إن أنا صراحة بيشبهوني بأفشة سلة مصرية طب قولي يا مهيب برضو أنا يعني عايزة تفسر على الحاجة برضو مهمة انتو يعني حصل أحداث في آخر مورا مش عايزة تكلام عن تفاصيلها ولكن أحداث دي كانت كفيلة إن ممكن اللعيبة عندنا تستفز أو إن حد يبتدي يستفز لأنه انتو عارف يعني الوقت ده تبقى الدنيا مشدودة ولما حد بيحاول يعني احتفل بشكل مش كويس ممكن تلاقي الدنيا إيه يعني زي ما بيقولوا ولعت في ثانية أنتو إزاي كلكم سيطرتوا على عصابكم بحيث إن إحنا نبدل مركزين في الملعب ومركزين في النتيجة ما نفقدش تركيزنا لآخر ثانية بصك يا كابتن عايزة والله يا وانت يعني أنا دايما إنت من حقك تفرح جبت بسكت مهم شايف جبت تري بوينت جمدة جدا احتفل لكن ما تستفزش الخصم بتاعك أو ما تروحش للبنش بتاعه وتعمل حركات استفزازية ما لاش أي لازمة طبعا يعني مو دي لعيب صغير لسه ما عندوش خبرة إن هو يعني يعرف يكنترول أعصابه أو حاجة بس طبعا الحركة مش لطيبة النادي الأهلي يعني كنا كلنا مركزين لحد آخر ثانية ما استفزناش ما فيش ريأكشن عملناه هم احتفلوا بدري شوية ما يعني ما كانوا شايفين إن الطايم خلص بس طبعا أربع ثواني ده كفيلة إن احنا أخدنا تاكنيكا الفاول بسبب القطأ اللي هم عملوه طومسون الحمد لله إبري يجيبها وده يعني الناس برضو ما تكلمتش عليها قوي لكن طومسون لو ما كانش جاب ما جابش الفاول شويتنج دي كان يعني كنا ممكن لو جاب كنا نسأل لعب اكسا طايم بس وعلي طومسون جابها في وقت كريتكال يعني نفس أهمية الثري بوينت تماما يعني صحيح صحيح فجابها الحمد لله وفي الطايم هوت جبت بقى أنا الثري بوينت كسبنا فأنت احتفلت بدري واستفزيت الخصم على الفاض يعني ملاش أي لازمة بالزبط وكمان المواضيع دي تبقى خبرة بس هو كنترول أعصاب فرقة النادي الأهلي من اللعيبة بدون نضوج الفريق الحاجة التانية التزامكم التكتيكي والخططي بعد التام قاوت بالكلام اللي قالوا ميستر أجوستي بوش في التام قاوت ده بيدل على نضج في الملعب يمكن يا كابتن أنا كنت بقول قبل ما طبعا حداك تبقى معنا كنت بقول إنه المتشاط اللي بتخلص بسكت وبونت وكسا طايم دي بتزود من خبرة الفرقة وبتدي ثقة في الفوز أكتر هو طبعا المتشاط اللي انت بتكسبها يعني إحنا حتى برضو ما كناش مرفعين أو يكون هناك في غلطات كتير عملناها لكن إحنا برضو قدرنا نطلع من الماتش كاسبانين ودي أهم حاجة يعني حتى وانت عندك غلطات عندك شخصية البطل بتعرف تكسب وانت وحش صحيح ودي أكتر حاجة نادي الأهلي متمايز فيها ان انت مهما كنت انت وحش عندك القدرة ان انت تكسب في الاخر ودي اللي بتخلينا نتعلم من أخطانا وان احنا بعد كده ان شاء الله ندركها وما نغلطش فيها تاني وبإذن الله يبقى الموضوع بقى الفوز بيبقى أسهل من كده صحيح طب قولي مهيب طميني على حالتك البدينية كلها يعني يمكن انت كنت بتشتكي شوية من حاجة في رجليك وبعد كده يعني طميني على حالتك الصحيح يعني انت بتبقى في فرمتك الحقيقة محدش بقى في وقفك فقولي طميني على الفرهات أنا يعني قبل مطش التأمين أنا نزلتها شدت لوحدي زي ما انت عارف انا بنزل كتير الصبح لوحدي يوم كان الجو ساقعة وانا بشهود ظهري رحشد لوحده كده ولا في تمرين ولا اي حاجة ما زلت اطمران صبت فضهري قعدت خمس ست ايام كده ما بعمش اي حاجة طبعا من الوجع يعني فضيع بس الحمد لله يعني طبعا الجهاز طبي في نادي الاهلي عمل معي مجهود يعني ان انا قادر ارجع بسرعة ولحقت الحمد لله مطش التأمين ولعبت بقى الحمد لله مطش زي ما ان شاء الله يعني ربنا يحفظنا كده كلنا من الاصابات يعني ان احنا نقدر نبقى كاملين باذن الله في الادوار النهائية طب قولي يعني المنتخب اخبره يا مهيب حد بعته يعني استدعى ليك هل هتشارك مع المنتخب يعني برضه قولي يا منتخب خلاص يبقى فيه هيبقى وللسه ما فيش كلام لغاية ما بعد الدور الاول يخلص والمدير الفاني يتولى المهمة رسميا لا هو ما فيش كلام لحد دلوقتي احنا مركزين مع النادي يعني طبعا لكل الحد الاخر لحد ما نخلص يعني الموضش الاخير اللي هو الاتحاد يوم 28 ان شاء الله مفروض يبعث لنا الناس اللي هتنضم يعني المنتخب طبعا انا تحت عمر يعني المنتخب في اي وقت اقيد ان شاء الله يعني هيبقى مبسوط لو رجعت تاني منتخب خصوصا انا اخر سنتين تلاتة يعني ما كنتش بنضم بسبب ظروف عقالية عندي في البيت او من اختيار مدير فاني ام وكده بس طبعا انا ان شاء الله يعني بازن الان فترة اللي جاية عايزة правда متواجد يعني بازن standby ثاني في انا ضمن المنتخب مع الكوتش طبعا الالجديد استفيد بالخبراته طبعا دي هتفرق يعني كتير نشاء الله بازن الله موجود على تشكيلة المنتخب اللي جاية بازن الله ان شاء الله ابو حميد وخليني اقولك على حاجة يمكن انت اقول مماضيك للنادي الاهلي كان وبنا من بعض النقاء في النادي يمكن انت عنه يبقى على يبقى لك سنتين دلوقتي يمكن او حاجة في الندي الأهلي. أنت سعيد بالتجربة دي. سعيد وفخور مش تعيد بس طبعا سعيد يعني أنا في نادي كبير زي نادي الأهلي وبتحس بالقيمة بقى دي دلوقتي يعني أنت يعني كان قالوا لي أن أنت جبت التري بوينت دي قبل كده في سبورتنج في ماتشاط يعني كانت قدام الأهلي وكانت أهم يمكن من الماتشاط دي. ما كانش حد بتكلم عليها. دلوقتي أنا ماصر كلها بتتكلم على تري بوينت. فطبعا دي تحسسك بأهمية التشيرت اللي أنت لابسها وأن أنت عندك مسئولية أن الناس بتتفرج عليك ودايما عايزك أن أنت تبقى كذبان. فده بتحط عليك طبعا ضغط وفي نفس الوقت أنت حسس أن أنت فخور أن أنت تنتمي للكيان زي النادي الأهلي يعني. فطبعا أكيد الحمد لله يعني مبسوط بالتجربة دي. وأتمنى أن أنا يعني أنهي كريري في النادي الأهلي زي ما قلت من قبل ممضي يعني. طب. طب قولي. المهيب تقولي الجمهور النادي الأهلي يعني. جمهور النادي الأهلي. بيتغنى بك عشقا يعني منذ أول أمس تحب تقول إيه الجمهور النادي الأهلي. أقول ليه الجمهور النادي أهلي وحشتونا جداと思います. طبعا. اللعبة أكيد في جمهور زي جمهور النادي الأهلي موضوع يضيه في حماس في الملعب وحاجه. أكيد أعرف موضوع لذا جدا. يعني بيشجعك. ازاي يحرك كل حاجة جواك يعني إن شاء الله نوعد الجمهور بإذن الله إن احنا زي ما فرحناهم من أول السنة يعني الحمد لله ربنا كرمنا ببطولة يعني يمكن مش مهمة جدا بالنسبة الجميع نادي الأهل إنها بطولة المنطقة بس الحمد لله دي جهزتنا للبطولة العربية الحمد لله قدرنا إن إحنا نكسبها بسطت الجمهور عالة الطموحات قدرنا نكسب البطولة لبطولة المرتبط عالة سقف الطموحات أكتر إن إحنا إن شاء الله يعني نكسب بقى الكاس والدوري طبعا بإذن الله ونعمل موسم استثنائي يعني في النادي الأهل إن شاء الله يا رب يا مهيب أتمنى لك كل التوفيق على المستوى الشخصي بحبك جدا ومؤمن بيك وحتى يمكن إحنا لعبنا وسط بعضي شوية بس الحقيقة أنت من اللعيبة اللي فعلا فعلا رجالة واللعيبة اللي دايما إضافة في أي فرقة بشكرك يا مهيب وطبعا يعني بتأسف لك إن أنت طبعا دخلت معنا في الجو حواليك سقعة بطبسط يعني بسمع صوت حضرتك والدعليماتك دايما ببقى مبسوط بيها جدا خصوصا يعني لعيب لعب في نفس مكاني وعارف نفس الإحساس اللي أنا بعدي بها ودي حاجة مش أي حد يفهمها يعني طبعا أنت نجم كبير وإن شاء الله نتمنى لك كل التوفيق أحمد وأسيبك بقى إن شاء الله يعني في وقتك وتستمتع بوقتك بشكرك شكرا جزيلا أحمد مهيب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر وصاحب القاضية اللي جات طبعا أول مبارح في مباراة كورة السالة أحمد مهيب لعبها المكتهدة جدا وبشكره لأن الحقيقة لب دعوتنا أنه يكون معنا ويتواصل مع جمهور نادي الأهلي يمكن ده أول ظهور ليه بعد مباراة أول أمس بشكرك يا أحمد وربنا وفاك ويا رب دايما يكون عند حسن ظن الجمهور ودايما أقول لك هو ده الفرق هو ده الفرق اللعب النادي الأهلي عن أي نادي تاني هو ده الفرق النادي الأهلي شرف شرف لأي حد وأي لعيب يتكلم مع النادي الأهلي عشان ينضمله ده الواحد وشرف يعني ضع الناحية المادية على جنب ضع أي شيء على جنب أنت بتتعاقد مع النادي الأهلي وراه 70-80 مليون عاشق ومحب يقدروا يحطوك في حتة تانية كل يعني التمنيات لفريق كورة السالة أنه يقدر يعمل موش باستثناء إذا محد مهيب نرجع لحقا